ثم خامساً أحسب المجموعة ثم ألون باستعمال لونين مختلفين خمسة على ستة زائد اثنان على ستة عددين كسريين لهما نفس المقام كنحتفظه بالمقام الموحد لهو ستة وكنديره الجمع ديال البسطين خمسة زائد اثنان سبعة سبعة على ستة وغدل لونه سبعة على ستة بلونين مختلفين غدل لونه خمسة على ستة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ثم اثنان على ستة لاحظوا غدل لونه هذا الجزء اللي بقليه هو واحد على ستة وغدل نزيد واحد الجزء قده مش تعطينا اثنان على ستة فإلى دبنا خمسة على ستة زائد اثنان على ستة غدل لقوا سبعة على ستة سبعة على ستة فيها ستة على ستة اللي هي هذا الجزء هذا كله زائد واحد على ستة واحد غد يكون شيط واحد على ستة ثم ثلاثة على عشرة زائد ستة على عشرة أول شيء غدل لونه ثلاثة على عشرة واحد اثنان ثلاثة ثم غدل لونه ستة على عشرة ثم ستة على عشرة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ثم ستة ستة على عشرة إذن المجموع ديال ثلاثة على عشرة وستة على عشرة هو ستة سبعة تمانية تسعة تسعة على كم على عشرة ونكتبه تسعة على عشرة واحد على تمانية زائد أربعة على تمانية أولا نغدل لونه واحد على تمانية واحد على تمانية ثم أربعة على تمانية واحد ثلاثة أربعة أربعة على تمانية ثلاثة نحسب المجموعة دياله واحد على تمانية زائد أربعة على تمانية أربعة خمسة خمسة على كم؟ مجموعة كامل دياله تمانية ونكتب خمسة على تمانية سادساً أستعين بالشكل المناسب لكل مجموع ثم أحسب وأختزل إذا أمكن واحد على ثلاثة زائد اثنان على ثلاثة إذن سنستعين بهذا الشكل هذا نحضروا واحد جج ثلاثة واحد على ثلاثة وهو هذا الجزء هذا ثم اثنان على ثلاثة وهو هذا الججال اثنان على ثلاثة يلذرنا واحد على ثلاثة زائد اثنان على ثلاثة على غلقه واحد اثنان ثلاثة ثلاثة على ثلاثة 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 على ثلاثة يا واحد ثم اثنان على تمانية زائد واحد على تمانية نشوفوا هذه الأجزاء هذه 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 هذه الشارطة نقسم الثمانية دي الأجزاء إذن سنقوم بإثنان على ثمانية سنقوم بإثنان على ثمانية ثم واحد على ثمانية واحد على ثمانية فإثنان على ثمانية زائد واحد على ثمانية سنحسبوا واحد اثنان ثلاثة على كم على تمانية ونكتبه ثلاثة على تمانية واحد على اربعة زائد اثنان على اربعة هذا الشريط هذا نقسم على اربعة ديال الاجزاء واحد جوج ثلاثة اربعة ندير واحد على اربعة زائد اثنان على اربعة واحد اثنان على اربعة فقدم نحسبوا المجموع واحد اثنان ثلاثة على اربعة ونكتب ثلاثة على اربعة سابعا احيط المجموعة المناسبة بعد انجاز العمليات في دفتري انتبهوا بعض المجاميع مختزلة خمسة على سبعة زائد اثنان على سبعة فندير الجمع ديال عددين كسريين لهما نفس المقام قلنا نديرو جمع البسطين ونحتفظو بالمقام نفسه فخمسة زائد اثنان سبعة سبعة على سبعة كم؟ واحد سبعة ديال تفاحات قسمناهم على سبعة ديال الأشخاص غد يخذو كل واحد تفاحة ثم أربعة على ستة زائد واحد على ستة نفس المقام ستة أربعة زائد واحد خمسة خمسة على ستة انظر على خمسة على ستة ثم تلاتة على تمانية زائد خمسة على تمانية عندهم نفس المقام سنضر خمسة زائد ثلاثة كم؟ تمانية تمانية على تمانية وهي واحد أيضا تمانية ديالتفاحات قسمناهم على تمانية ديال الأشخاص كل واحد سأخذ تفاحة واحدة أنجزو وأختزلو متى أمكن ذلك سبعة على عشرة زائد واحد على عشرة إذن سنضر سبعة زائد واحد على كم؟ على عشرة تساوي تمانية على عشرة سنقسم تمانية على اثنان وعشرة على اثنان سنلقى أربعة على خمسة تسعة على اثنى عشر زائد ثلاثة على اثنى عشر تسعة زائد ثلاثة كم؟ اثنى عشر نضروا تسعة زائد ثلاثة على اثنى عشر تسعة زائد ثلاثة قلنا اثنى عشر على اثنى عشر عاوتان اثنى عشر ديال تفاحة سنناهم على اثنى عشر ديال الأشخاص سأجيهم تفاحة واحدة لكل واحد واحد على اثنان زائد أربعة على اثنان نتشيء احتفظوا بالمقام الموحد نضروا واحد زائد أربعة تساوي خمسة أربعة زائد وعدة خمسة خمسة على إثنان هذا العدد مختاز تاسعا صرفت أمي إثنان على خمسة ما في حصالة نقودها عند الخضار وثلاثة على خمسة عند الجزار هل بقي لها ما تشتري به طحينا علل جوابك أستعين بالرسم ثم أنجز أختزل إذا أمكن أستنتج لنقلنا صرفت إثنان على خمسة ما في حصالة نقودها عند الخضار صرفت ججع على خمسة لاحظوا معي هذا الشريط مقسم إلى خمسة أجزاء واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة هذه اللون إثنان على خمسة لصرفات عند الخضار ثم بلون آخر مغاير هذه اللونه ثلاثة على خمسة ما صرفته عند الجزار ثلاثة على خمسة ثلاثة على خمسة ثلاثة على خمسة زائد إثنان على خمسة حل كتساوي خمسة على خمسة هل بقي لها ما تشتري به طحينا وش بقى لها شي حاجة بشتري طحين لم يبقى لها أي شيء السنتج الأم صرفت كل ما في حصالة حصالة نقودها عاشرا أقوم تعلماتي تم تمثيل نسبة أولادي ونسبة بنات أحد الفصول الدراسية بكيفيات مختلفة أكتب هذا العدد على شكل مجموع عددين كسريين رحض هذا الشريط مقسم الجزء للأجزاء الجزء اللي أول ملون بالأصفر وجزء الثاني بالأخضر اللي ملون بالأصفر شالك يمثل واحد اثنان على واحد اثنان ثلاثة أربعة اثنان على أربعة ثم الجزء الملون بالأخضر أيضا اثنان على أربعة تساوي كم؟ اثنان زائد اثنان أربعة ونحتفظه بالمقام الموحد اللي هو أربعة أربعة على أربعة اللي هو واحد ثم الجزء الملون بالأصفر اللي هو واحد على كم؟ على اثنان الجزء الملون بالأخضر واحد أيضا على اثنان واحد زائد واحد اثنان على اثنان 1 ثم 1 2 3 4 4 على كم على 4 5 6 7 8 على 8 زائد أيضا 4 على 8 4 على 8 هي 8 على 8 هي 1 فنسبة البنات ونسبة الأولاد متساوية أيضا فالشارط النسبة البنات ونسبة الأولاد متساوية فالنسبة البنات كنتمت لنسبة الأولاد يعني النص ديال البنات ونص ديال الأولاد تمرين رقم 11 في الصباح أكل محمد 1 على 3 من الكعكة كعكة قسمة على 3 1 2 3 وأخته 2 على 3 هل بقي من الكعكة ما سيأكلانه في المساء السعين برسم يمثل الكعكة أحدد العملية وأنجزها أختزل إذا أمكان أستنتج قلنا محمد أكل 1 على 3 أكلت ثلث أما أخته فأكلت 2 على 3 بمعنى أكلت الثلثين سننجز العملية قلنا 1 على 3 ثلاثة زائد 2 على 3 وهي 1 من الكعكة أي شيء أبقى من هوالو باش يأكلوه في الليل ترجمة نانسي قنقر